ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 60 سنة ليبلغ مستوى 84 دولار وتسعة سنتات للبرميل الوحد أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الفدرالي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة ومع كشف الصين عن جراءات دعم جديدة لسوق الأقارات المتعثرة وعلى صعيد التداولات صعدت العقود الآجلة لخام برينت 43 سنة ليصل إلى مستوى 80 دولار و 98 سنة للبرميل كما زادت العقود الآجلة لخام غارب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنة وليبلغ مستوى 76 دولار و 29 سنة للبرميل الواحد